تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقفة لاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد مدبولي مواصلة عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادي المرتقب لمناقشة المحاور الخاصة بالمؤتمر مشددا على الحرص عند صياغة هذه المحاور على أن يكون هناك حوارا بناء مشترك بين الحكومة والمجتمع أو مجتمع الأعمال للخروج من نتائج تحقق أهداف المؤتمر